في الحلقة الماضية وصلت إلى سؤال مهم حول الزيارة الجامعة الكبيرة ما يرتبط بعدم ذكر الشهادة الثالثة في مقدمة الزيارة الجامعة الكبيرة التي نعرفها مثل ما نقرأها في مفاتيح الجنان حين أتحدث عن مفاتيح الجنان لأنه كتاب متوفر في بيوتكم وإلا فالمصادر الأصلية قد ذكرتها لكم وحدثتكم عنها لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية هذا جزء من السؤال وجزء آخر حينما جاء مذكورا في وسط الزيارة وإلى جدكم بعث الروح الأمين فإذا كانت الزيارة لأمير المؤمنين فإن الزائر يقول وإلى أخيك بعث الروح الأمين الزهراء ليس لها من ذكر هنا لماذا هذه هي الأسئلة التي تكررت ووردت كرارا ومرارا وردتني وبدأت الجواب منذ الحلقة الماضية خلاصة الكلام في الحلقة الماضية في نقطتين النقطة الأولى المعطيات التي عرضتها لكم تؤكد بشكل واضح من أن الزيارة الجامعة الكبيرة في نصها الذي نعرفه قد تعرضت لتحريف كبير النقطة الثانية بحسب المحدث النوري وقد قرأت عليكم كلامه من كتابه المستدرك الذي حرف الزيارة الجامعة الكبيرة هو الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق روى الزيارة الجامعة الكبيرة في كتابه الفقيه وفي كتابه العيون وهما أقدموا المصادر التي عندنا وبين أيدينا أتحدث عن المصادر التي نقلت نص الزيارة الجامعة الكبيرة ذكرت لكم في آخر الحلقة من أنني لا أتفق مع المحدث النوري في اتهامه للشيخ الصدوق في تحريف الزيارة الجامعة الكبيرة لأنني لا أملك دليلا يدل على ذلك أنا لا أستبعد هذا الأمر لا من الصدوق ولا من غير الصدوق خصوصا وقد اطلعت على التفاصيل الكثيرة في واقع مراجع الشيعة وعلمائها هناك الكثير والكثير من الكذب والافتراء والتزوير هذا موضوع واسع لكنني لا أملك دليلا واضحا وصريحا أن الصدوق هو الذي قام بذلك ذكرت لكم وجهة نظر المحدث النوري وما استدل به تلك رؤيته وذلك نظره لكنني أتفق معه من أن تحريفا كبيرا قد وقع في نص الزيارة الجامعة الكبيرة في النص الذي نعرفه وقلت لكم من أنني إذا أردت أن أتهم أحدا بتحريف الزيارة الجامعة الكبيرة فإنني أتهم الشيخ الطوسي الذي يعرف بشيخ الطائفة إنه محمد ابن الحسني الطوسي المتولد سنة 385 للهجرة والمتوفى سنة 460 للهجرة إنه إنه شيخ الطائفة مؤسس حوزة النجف سنة 448 للهجرة عندي مجموعة من القرائن سأعرضها بين أيديكم هي التي تدفعني أن أقول من أن الذي حرف الزيارة الجامعة الكبيرة هو الشيخ الطوسي أنا أحاول الإختصار بقدر ما أستطيع لن أحدثكم عن تأريخي الطوسي وهذا أمر مهم في الذي أنا بصدده لكنني لا أريد أن أطيل الكلام في هذا الموضوع لن أحدثكم عن تأريخ الطوسي يمكنكم أن تعود إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع في برامج المتنوعة فلقد تحدثت مرارا وكرارا عن الطوسي وتأريخه وتفاصيله ولا أريد أن أحدثكم عن شافعية الطوسي فهل هو شافعي بالانتساب المجتمع والأسر وبالانتساب العقائد أم أنه شيعي من جهة الانتساب المجتمع والأسر وهو شافعي من جهة الانتساب العقائد والفتواء أنا أرجح الثاني وإن كان علماء الشوافع في كتبهم يصرحون من أن الطوسية كان شافعيا وكان من علمائهم ومن شخصياتهم لكنه بعد ذلك صار رئيسا للشيعة الإمامية هكذا يقولون في كتبهم أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل وقد عرضت كل هذا في برامج المختلفة بالوثائق والحقائق والمصادر والشواهد لا أريد أن أحدثكم عن تاريخ الطوسي ولا عن شافعية الطوسي ولا أريد كذلك أن أدخل في الكثير من المطالب التي تثار حول شخصية الطوسي أحاول أن ألملم أطراف كلامي وأطراف حديثي كي أعرض لكم القرائن والأسباب التي تدفعني أن أقول من أن الذي حرف الزيارة الجامعة الكبيرة هو الشيخ الطوسي لا بد أن أذكركم من أن المصادر القديمة لنص الزيارة الجامعة الكبيرة أولا الفقيه للصدوق وثانيا العيون للصدوق وثالثا التهذيب للطوسي والطوسي مثلما في كتابه التهذيب فقد نقل الزيارة كما يبدو عن كتاب الفقيه للصدوق هذا هو الذي يبدو من خلال مراجعة كتاب الفقيه وكتاب العيون وكتاب التهذيب بحسب الفرضية التي أفترضها فإن الطوسي حرف الزيارة وأثبتها بعد تحريفها في كتابه التهذيب لكن النص الموجود في التهذيب هو بنفسه موجود في الفقيه وموجود في العيون مع اختلاف يسير في الجملة التي حدثتكم عنها من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم في العيون وفي الفقيه توجه بكم إذا كنت مقتنعا من أن الطوسي هو الذي حرف الزيارة الجامعة الكبيرة فهذا يعني هو الذي عمد إلى كتاب الفقيه وأثبت فيه النص المحرف وكذلك عمد إلى كتاب العيون وأثبت فيه النص المحرف لكنه فاته أن يحرف هذه الجملة ومن قصده توجه إليكم كي تبقى هذه الجملة علامة على أن نص الزيارة الجامعة الكبيرة قد تعرض إلى تحريف لا أريد أن أطيل عليكم أضيف هذه المعلومة من أن التحريف حدث في النجف وليس في بغداد حيث أن مكتبة الطوسي والمكتبات الشيعية أحرقت بالكامل قبل أن ينتقل الطوسي إلى النجف وأسس مكتبة جديدة هناك لعبة لعبة هناك لعبة هذه اللعبة سأحدثكم عنها إذا ما أتممت كلامي في هذه الحلقة سأحدثكم عنها في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى هناك لعبة المكتبات الشيعية أحرقت في بغداد مباشرة بعد إحراق المكتبات توجه أطوسي إلى النجف وبدأ بإعادة إنشاء المكتبة الشيعية وكتبوا الكتب من جديد إنها فرصة ذهبية للتحريف وهنا كما أعتقد فإن طوسية قد حرف الزيارة الجامعة الكبيرة وعمد أيضا إلى تحريفها في الفقي وإلى تحريفها في العيون فأسقط ما أسقط منها وفعل فعلته الشنعاء في نص الزيارة الجامعة الكبيرة نذهب إلى فاصل عن داوت ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله فقال إن الله تبارة وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم المثاق وأن وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شيعة فيها قال لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبون وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم المثاق بذلك وإنما السلام عليه تذكرة نفس المثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه أطوسي أورد نص الزيارة الجامعة الكبيرة في كتابه التهذيب تهذيب الأحكام بحسب الطبعة المتوفرة لدي وهي طبعة مكتبة صدوق طهران إيران هذا هو الجزء السادس من تهذيب الأحكام صفحة مية وسبعة إنه الباب السادس والأربعون الحديث الأول في هذا الباب الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا أبي الحسن الهادي صلوات الله وسلامه عليه إذن سأبدأ حديثي من التهذيب من المصدر الذي نقل فيه أطوسي هذه الزيارة الطوسي ولد سنة ثلاثمية وخمسة وثمانين للهجرة في مدينة طوس في خراسة ورد إلى بغداد سنة أربعمية وثمانية للهجرة كان في الثالثة والعشرين من العمر لن أحدثكم عن تفاصيل حياته الآن ربما أحدثكم في حلقة يوم غد لأنني سأكون مضطرا إلى أن أشير إلى بعض المعلومات عن حياته الشخصية وصل إلى بغداد سنة أربعمية وثمانية للهجرة وكان منغمسا في الأجواء الشافعية تعرف على المفيد على الشيخ المفيد في هذه الفترة في فترة وصوله إلى بغداد وبقي مع المفيد إلى أن توفي المفيد سنة أربعمية وثلاثة عشر للهجرة في أوائل شهر رمضان ما يقرب من خمس سنوات كان مع المفيد المفيد كان المرجع الأول المرجع الأعلى المرجع الأعظم للشيعة آنذاك فكل الشيعة كانوا يعودون إليه في التقليد رسالته العملية المعروفة والمشهورة المقنعة ها هي بين يدي الرسالة العملية للشيخ المفيد المقنعة الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة الطوسي حينما تعرف على المفيد تأثر به من جملة ما قام به في تلك الفترة أيام حياة المفيد كان المفيد على قيد الحياة أن ألف أن ألف الطوسي شرحاً للرسالة للرسالة العملية لأستاذه المفيد المقنعة الشرح هو هذا الكتاب تهذيب الأحكام تهذيب الأحكام صحيح هو جامع من جوامع الحديث لكنه في أصله في حقيقته هو شرح للرسالة العملية للمفيد المقنعة وهذا ما تحدث به الطوسي نفسه في مقدمة كتابه تهذيب الأحكام هذا الجزء الأول ماذا يقول الطوسي في المقدمة بعد البسملة والمقدمات ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه علينا أو ممن أوجب حقه علينا المعنى ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا إلى أن يقول في كلامه الطوسي سمعت شيخنا أبا عبد الله وهي كنية المفيد سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله تعالى هذا هذا يعني أنه بدأ تأليف الكتاب هذا في حياة المفيد الكتاب كبير ربما لم يكمله في حياة المفيد وحتى لو كان قد أكمله في حياة المفيد لقد عاد إليه وفصل وطول فيه بالنتيجة الطوسي بدأ كتابه تهذيب الأحكام في شرح المقنعة التي هي الرسالة العملية للمفيد وكان المفيد على قيد الحياة ويستمر الطوسي في مقدمته وسألني من هو هذا الذي سأل الطوسي الذي قال عنه ممن أجب حقه علينا هناك من يقول من أنه هو السيد المرتضى ربما يكون هذا الكلام صحيحا ليس مهما من هو هذا الشخص وسألني أن أقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله يعني المفيد أيده الله تعالى الموسومة بالمقنعة لأنها شافية في معناها كافية في أكثر ما يحتاج إليه من أحكام الشريعة وأنها بعيدة من الحشو إلى أن يقول الطوسي وأن أترجم أن أترجم يعني أن أشرح أن أبين التفاصيل هذا المراد من قوله وأن أترجم وأن أترجم كل باب على حسب ما ترجمه ما ترجمه ما ذكره المفيد وأذكر مسألة مسألة فأستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة أو الأخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل على صحتها وإما من إجماع المسلمين إن كان فيها إن كان في المسألة من إجماع أو إجماع الفرقة المحقة يعني الشيعة الأثني عشرية ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك إلى بقية كلامه إذا قرأتم المقدمة ولا أجد وقتا لقراءتها إذا قرأتم المقدمة فإنه يقول سيجعل هذا الكتاب خاصا بشرح المقنعة التي هي الرسالة العملية لشيخه المفيد وإنه بعد ذلك سيقوم بتأليف كتاب واسع كبير إنما قصده الآن أن يتناول الرسالة العملية للمفيد وأن يفصل القول فيها مسألة مسألة هذا هو الذي ذكره في المقدمة هذا يعني أنه لن يحذف شيئا منها على الأقل إن لم يشرح كل شيء فيها أن يحافظ على نصها لكن طوسي حرف الرسالة العملية لأستاذه المفيد حرفها تحريفا شيطانيا خبيثا الذي أعتقده لم يقم بهذا الأمر زمان المفيد ولم يقم بهذا الأمر زمان المرتضى ولم يقم بهذا الأمر زمان مرجعيته في السنين الأولى التي قضاها في بغداد بدأت مرجعيته في بغداد سنة أربعمية أو ستة وثلاثين ورحل من بغداد إلى النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين التحريف الذي حدث حدث في النجف بعد أن أحرقت كل المكتبات الشيعية وأحرقت كتب المفيد أطوسي وجدها فرصة للتحريف وربما حرف هذا قبل النجف لكنني حينما أدرس تأريخ حياته أجد أن الفرصة المناسبة هي هذه وهي فرصة منحها إياه العباسيون العباسيون هم الذين منحوه هذه الفرصة سأحدثكم عن هذا الموضوع في حلقة يوم غد إن شاء الله ما الذي فعله أطوسي هذه المقنعة لاحظوا بحسب الطبعة التي بين يدي وهي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في صفحة 104 المفيد في رسالته العملية سيرا على منهج الأئمة وما كان عليه الشيعة زمان الأئمة فإنهم بعد تكبيرة الإحرام في الصلوات الواجبة وحتى في المندوبة حديثنا عن الصلوات الواجبة بعد تكبيرة الإحرام يقرؤون دعاء التوجه دعاء التوجه الذي ذكره المفيد في رسالته العملية يجتمل على ذكر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذا يعني أن الشيعة كانت تذكر أمير المؤمنين في صلاتها في داخل الصلاة بعد تكبيرة الإحرام هذا الهراء الناصبي القذر الذي يتحدث عنه مراجع النجف وكربلاء من أن ذكر أمير المؤمنين في وسط الصلاة يؤدي إلى بطلانها هذا الهراء هراء طوسي شافعي قذر وهو في زماننا هراء سيستاني قذر خوعي سيستاني قذر هكذا ذكر المفيد دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى آخر الدعاء فهذا دعاء التوجه الذي ذكره المفيد في رسالته العملية الشيعة كانوا يعملون به هذه الرسالة العملية للشيخ المفيد الشيعة كانوا يعملون على أساسها وما ذكره المفيد هو امتداد لما كان عليه الشيعة زمان الأئمة وفي الغيبة الأولى وكذلك في بدايات الغيبة الثانية وأيضا ذكر المفيد في رسالته العملية في صيغة السلام صفحة 114 بعد السلام على النبي فإن المصلي يسلم على الأئمة الراشدين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الراشدين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا هو سلام الصلاة الذي رواه المفيد فهناك سلام على الأئمة الراشدين نحن عندنا صيغ عديدة للسلام ولدعاء التوجه وتلك الصيغ تشتمل على ذكر أمير المؤمنين وذكر الأئمة الأطهار وذكر الزهراء صلوات الله عليها يمكنكم أن تعود إلى برامج المختصة بهذه الموضوعات كي تطلع على النصوص والمصادر والتفاصيل هذا قد ورد في المقنعة الرسالة العملية للشيخ المفيد فيما يرتبط بدعاء التوجه الذي يشتمل على ذكر أمير المؤمنين وفي تسليم الصلاة الذي يشتمل على التسليم على الأئمة صلوات الله عليه الذي يفترض بالطوس أن يكون أمينا مع أستاذه المفيد إذا لم تكن راغبا في شرح هذه المضامين كان عليك أيها الطوس أن تترك هذه النصوص ما الذي فعله هذا الطوس الخبيث حذف هذه النصوص وجاء بنصوص أخرى هي في رواياتنا ولكنها وردت بلسان التقية بحسب منهج الشوافع هذا هو الذي فعله الطوس هذا الجزء الثاني مع أن الطوس مثل ما قرأت عليكم في المقدمة ماذا قال قال من أنه سيتابع المسائل مسألة مسألة وسيترجمها مثل ما ترجمها المفيد كذاب كذاب لقد حذف هذه النصوص هذا هو الجزء الثاني إذا ما ذهبتم إلى صفحة 72 حيث يفترض أنه يتحدث عن دعاء التوجه جاء بصيغة دعاء توجه وردت في رواياتنا لكنها جاءت موافقة للمخالفين هذه الصيغة خلية من ذكر أمير المؤمنين جاء بصيغة تلتقي مع صيغة الشوافع الذي يفعل هذا ألا يقوم بتحريف الزيارة الجامعة الكبيرة خبيث هذا الرجل خبيث خبيث لئيم الرسالة العملية للمفيد أنت أخذت على نفسك عهدا من أنك ستشرحها مسألة مسألة إذا لم تكن راغبا وقد بدأت الدودة المرجعية تنبش تنبش في أسفلك وفي أعلاك يا أيها الطوسي إذا لم تكن راغبا في الحديث عن دعاء التوجه في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام الذي يشتمل على ذكر أمير المؤمنين ولم تكن راغبا في الحديث عن السلام الذي يشتمل على ذكر الأئمة صلوات الله عليه لكنت أوردت ما ذكره المفيد وما علقت على ذلك وجعت بالروايات التي تريدها موافقة لمنهجك الشافعي لكن الخبيث اللئيم حذف تلك النصوص وجاء بنصوص من كتبنا شيطان شيطان أسلوب شيطاني جاء بنصوص من كتبنا وأثبتها لكن النصوص خلية من ذكر أمير المؤمنين ومن السلام على الأئمة الكلام هو هو إذا ما ذهبتم إلى صفحة 105 إلى رقم الحديث 141 إلى الصيغة التي جاء بها في تسليم الصلاة جاء بصيغة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على الجميع إلا على الأئمة شيطان خبيث لئيه وحقير هذا هو الطوسي ماذا تخلون أنتم أنت لا تريد أن تسلم على الأئمة كان عليك من باب الأمانة العلمية أو من باب الوفاء لأستاذك أن تترك الذي ذكره المفيد ولا تعلق عليه وأن تأتي بالنصوص الشافعية التي تريدها أنت لكن الخبيث ما فعل هذا ألغى النصوص التي ذكرها المفيد التي تجتمل على ذكر أمير المؤمنين في دعاء التوجه في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وألغى صيغة التسليم التي تجتمل على السلام على الأئمة وجاءنا بهذه الصيغة التي فيها سلام على كل شيء إلا على آل محمد تريدون مني أن أحسن الظن به كيف والقضية لا تقف عند هذا الحد أنا لا أستطيع أن أتحدث عن خبث هذا الرجل وعن شيطانته وعن لؤمه وحقارته في كل حياته لقد دمر التشيع دمر التشيع لمحمد وآل محمد وأنشأ هذه الحوزة القذرة الوسقة في النجاف التي ستحارب صاحب الأمر أين أضع هذه الحقارة وهذه النجاسة لماذا لم ينبه مرجع من مراجع الشيعة منذ زمان طوس إلى يومنا هذا لماذا لم ينبه على هذه القذارة لأنهم على نفس القذارة على نفس المنهج ها هم يصدرون الفتاوى من أن ذكر علي بن أبي طالب في الصلاة يبطل الصلاة ألا تفعل الطوس وتفعل فتاوى وتفعل مراجع النجفي وكربلاء وتفعل فتاواهم هذا هو الذي فعل فينا ما فعل الحكاية الحكاية كبيرة كبيرة وخطيرة وإلا أنت شنو مشكلتك الطوسي ليش مشكلتكم كلكم مع أمير المؤمنين هاي دودة دودة هاي دودة المراجع ليش عدكم مشكلة مع أمير المؤمنين ليش عدكم مشكلة مع آل محمد الطوسي ما عند مشكلة أن يسلم على أنبياء الله ورسله على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين أن يسلم على رسول الله وأن يسلم على نفسه والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لكن عند مشكلة أن يسلم على آل محمد لاحظوا الشيطان الخبيث لما صار مرجعا لما صار مرجعا وكتب رسالته العملية النهاية هذه النهاية النهاية في مجرد الفقه والفتوى لاحظوا هذا الخبيث الشيطان كيف يضحك على الشيعة لأنه يعلم أن الشيعة كانت تذكر دعاء التوجه في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام بحسب الرسالة العملية للمفيد وبحسب سيرة الشيعة عبر الأزمنة الماضية قبله ماذا فعل في رسالته العملية في رسالته العملية لما ذكر دعاء التوجه ذكر صيغة يذكر فيها أمير المؤمنين كي يضحك على الشيعة ما هم يضحكون على الشيعة على طول الخط وإلى هذه اللحظة مراجع النجف يضحكون على الشيعة ولا أعتقد أن أحدا ضحك على الشيعة مثلما ضحك عليها الخوع ومحمد باقر الصدر واسيستاني وأكثرهم ضحك على الشيعة واسيستاني هذا هو الطوسي يكتب في دعاء التوجه في الرسالة العملية يقول وإن قال وإن قال هو ذكر في البداية ذكر صيغة الشوافع وأضاف وإن قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم ودين محمد ومن ومن هاج علي حنيفا مسلما إلى آخر الكلام كان أفضل إذن لماذا ما ذكرت هذا في شرحك للرسالة العملية للشيخ المفيد مع أنك أخذت عهدا على نفسك أن تشرحها مسألة مسألة حينما صار مرجعا فإنه يحتاج إلى هذا كي يضحك على الشيعة الديخيين ما هم ديخيون منذ ذلك اليوم رجاء رجاء أتحفوهم وأتحفوني معهم أتحفوني أنا أيضا أتحفوني بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسوان واحد قال لي أذن على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت للمرأخر بابا ما توصل النوبة إليها قال توصل أطمئنن تركبهم يعني بش أش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عباردة واحد من الأعلام أتحفو خمسة قل يلمستعجب مش دارها قولها تركب يعني قولها أغمي شيني كما قل قولها أغمي شيني يتبقوا لأ فكار حرفة فقوش ديخ عرفي فقوش ونص عباردة كنا على تفاو وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عربدة قال تركب مثل ما تركب نعم لا يدير شئ شئ لا معلم إجمالي هذا هو واقع الشيعة لا هو الواقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة والله هذا واقع الشيعة نفس الشيء في تسليم الصلاة لاحظ هذا الشيطان أيضا جاء بصيغة سلام فيها سلام على الأئمة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على جميع أنبياء الله وملائكته ورسله السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام علينا وعلى عباد الله الصالح هذا في الرسالة العملية حينما صار مرجعا إنه يضحك على الشيعة إنه يضحك على الشيعة رسالة أستاذه المفيد حرفها لو كان يعتقد بهذا الذي قد ذكره في الرسالة العملية لماذا حرف رسالة المفيد ولماذا جاء بالأحاديث التي تخالف ما ذكره المفيد قد يقول قائل من أنه سهوا وقع ما وقع من كلام المفيد لماذا جاء بالأحاديث المخالفة لما ذكره المفيد عوضا عنها هذه القضية لا مجال فيها للمحمل الحسن وصدقوني لقد بحثت ليس لأيام للسنين علني أجد محملا حسنا للطوس هذا فما وجدت محملا حسنا بحثت لسنين لأنه ليس من المستسهل أن أحكم على الطوسي بهذا الذي أقوله الآن ليس من المستسهل فأنا بالنتيجة ديخي وأبي ديخي وجدي ديخي فأنا ديخي وابن الدخيين بالنتيجة أنا ديخي أنا من واقع ديخي أنا من واقع مضحك من واقع مسخرة من واقع مزبل من واقع مخرأ من هذا الواقع أنا من هذا الواقع خرجت من مخرأتي حوزة النجاف فليس من المستسهل أن أحكم على الطوسي بهذا الذي أقوله لقد بحثت لسنين وسنين طوال علني أجد في نسخة في مكان شيئا من الكلام حتى أستطيع أن أحمله المحمل الحسن وما وجدت ما وجدت محملا حسنا كي أحمله عليه في رسالته العملية يضحك علينا يضحك على الشيعة يأتي بالكلام الذي يناغم الشيعة ولكنه في الوقت نفسه في كتابه الرئيس في الكتاب الاستدلالي المبسوط في الكتاب المبسوط ماذا فعل الطوسي في دعاء التوجه نقل نقل نصا مباشرا من كتب غير الشيعة ولذا فإن مؤسسة النشر الإسلامي المؤسسة التابعة للحوزة العلمية الدينية في قم التي حققت هذا الكتاب هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة هذه المؤسسة التحقيقية تابعة للحوزة العلمية الدينية في مدينة قم هم الذين حققوا هذا الكتاب هم أصحاب صنعة لما وصلوا إلى دعاء التوجه الذي ذكره الطوسي هذا هو الجزء الأول أتحدث عن الصفحة مية وخمسة وخمسة وما قبلها أيضا مية واربعة وخمسة فما ذكره من حديث هنا بحثوا في الكتب الشيعية فما وجدوا له أصلا فاضطروا أن يبحثوا في كتب الشوافع فوجدوا النص موجودا هنا هم ذكروا هذا راجع السنن الكبرى للبيهقي في الجزء الثاني هذا هو الجزء الثاني من السنن الكبرى للبيهقي والبيهقي هذا متوفى سنة 458 للهجرة من أئمة الشوافع المتعصبين الحديث الذي ذكره الطوسي بخصوص دعاء التوجه نقله من هنا بحسب مؤسسة النشر الإسلام هم قالوا راجع السنن الكبرى للبيهقي الجزء الثاني صفحة 32 موجود هنا صفحة 32 صفحة 33 المصدر الأصل ليس هذا البيهقي نقل عن الشافع هذه المؤسسة إما أن تكون جاهلة يجهلون من أن المصدر الأصلية هو كتاب الأم للشافع وهو الكتاب المركزي للشوافع وإما هم فعلوا ذلك خبثا كي يضلل على القارئ من أنه نقله عن السنن الكبرى للبيهقي فالكتاب ليس مشهورا ككتاب الأم للشافع وبشكل مباشر لا أدري ربما من جهلهم جعلوا المصدر الأصل السنن الكبرى وفعلا هو الحديث موجود لكنه نقله عن الشافعي المصدر الأصل الأصل هو كتاب الأم للشافعي الكتاب المركزي للإمام الشافعي كما يقول الشافعي المتوفى سنة ميتين و أربعة للهجرة بالنسبة للسنن الكبرى هذه الطبعة طبعة الفاروق الحديث للطباعة والنشر أما كتاب الأم فهذه الطبعة طبعة دار الحديث القاهرة مصر إذا ما ذهبنا إلى صفحة 356 و 357 دعاء التوجه الذي نقله وفقا لحديث الطوسي في المبسوط في صفحة 154 155 من الجزء الأول من كتابه المبسوط بحسب مؤسسة النشر الإسلامي أرجع الحديث إلى السنن الكبرى للبيهقي وهو من أئمة الشوافع أيضا لكن البيهقي نقله عن المصدر الأصل وهو كتاب الأم للشافعي الجزء الأول صفحة 356 و 357 تلاحظون الشيطانة كيف والأمر هو هو في قضية التسليم وفي قضية التشهد أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل نذهب إلى فاصل عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك فقلت وما استدارة الفلك فقال اختلاف الشيعة بينه وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدون ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء المراد ليس هناك من طرف على الحق ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء وينادي مناد من السماء وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي متى يكون هذا الأمر فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة لابد أن تعرفوا من أن كتاب الأم للشافعي الشافعي لم يسمه الأم هذه تسمية حدثت بعد الشافعي الشافعي سمى كتابه أيام حياته المبسوط والطوسي سمى كتابه وفقا للشافعي هذا الكلام ذكره ابن النديم في الفهرست هذه الطبعة طبعة مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي الجزء الأول من المجلد الثاني صفحة تسعة وثلاثين وله للشافعي من الكتب كتاب المبسوط في الفقه رواه عنه الربيع ابن سليمان هذا هو كتاب الأم من الذي رواه أخبرنا الربيع ابن سليمان قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى الكتاب هو وله للشافعي من الكتب كتاب المبسوط في الفقه رواه عنه الربيع ابن سليمان ويحتوي هذا الكتاب على العناوين الموجودة في كتاب الأم أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء عودوا أنتم بأنفسكم إذا كنتم طالبين للحقيقة عودوا إلى هذه المصادر صيغة التشهد التي في صلاتكم أخذها أطوسي من هنا هذه الصيغة الموجودة في الرسائل العملية بالضبط موجودة في صفحة 389 إنها الصيغة الخلية من ذكر أمير المؤمنين التي تجتمل على الشهادة الأولى والثانية وصلاة على محمد وآل محمد هذه صيغة التشهد عند شافعي صفحة 389 أنتم لستم شيعتان أنتم شوافع شوافع في الفقه والفتوى وأنتم أشعرية ومعتزلة في العقائد واللي طيح حظكم هو هذا الطوسي الطوسي هو اللي طيح حظنا لاحظتم شيطنة الرجل أراد أن يتقرب إلى المفيد فأخذ يشرح رسالته العملية لكن حين سنحت له الفرصة حرف الرسالة العملية فحذف دعاء التوجه في الصلاة كي يتعلم الشيعة أن يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض من دون ذكر علي يقولونها قبل الإقامة بينما التشريع أن تقال بعد تكبيرة الإحرام وأن يجتمل الدعاء على ذكر أمير المؤمنين هذا الشيطان خبيث حذف الدعاء وحذف التسليم على الأئمة من الرسالة العملية لأستاذه المفيد وجاء بنصوص من كتبنا الحديثية تتفق مع صيغة الشوافع لكنه حينما صار مرجعا للتقليد ضحك على الشيعة وأثبت الذي تعرفه الشيعة أما في كتابه الاستدلال وهو الذي يستدل به العلماء والفقهاء فقهاء الشيعة يستدلون بكتابه طيلة قرن كامل الذي يعرف بقرن التقليد لم يكن هناك من فقيه إلا ويجتر استدلال الطوس لقرن كامل يعرف في كتب علماء الشيعة بعصر التقليد بقرن التقليد مئة كاملة من السنين بعد الطوس ولده ولده مرجعا من بعده ولده كان غبيا وجاهلا وسافلا وفاسدا وناصبيا ولكن صار مرجعا من بعد أبي بقي مرجعا إلى ما يقرب من ستين سنة لم يصدر عنه من رأي إلا رأي واحد لقد أصدر فتوى عظيمة أن أوجب الاستعاذة قبل الفاتحة في الصلاة قضي الفتوى العظيمة التي أصدرها لنا كان جاهلا حقيرا سافلا منحطا استمر على ضلال أبيه وبقي الأمر إلى يومنا هكذا مثل هذا عنده الاستعداد أن يحرف الزيارة الجامعة الكبيرة قطعا قطعا مثل هذا عنده الاستعداد وعنده الشيطنة الكاملة وعنده الدهاء الكامل لما وجد فرصة بعد إحراق المكتبات الشيعية وكان أمرا مدبرا بليل بعد إحراق المكتبات الشيعية ما نحن عصرنا مثل هذا في أيامنا سأبين لكم هذا في حلقة يوم غاد في الحقيقة لا أدري ماذا سأذكر لكم وماذا لا أذكر لكم كتب الطوسي مليئة بالقذارة والحقارة هناك الكثير من المواطن وضعت العلامات والإشارات عليها لكنني أرى الوقت يجري سريعا وأنا أريد أن أختصر المطالب هذا الكتاب هو الذي دمر عقائدنا من كتب الطوسي الاقتصاد فيما يجب على العباد الاقتصاد يعني السير الصحيح لا تتصور أن الكتاب يهتناول علم الاقتصاد في أيامنا الاقتصاد يعني السير الصحيح الاقتصاد فيما يجب على العباد المراد من الاقتصاد السير الصحيح القصد الصحيح هذا الكتاب هو الذي أسس فيه الطوسي منظومة الضلال العقائدية من أن أصول الدين خمسة من هنا بدأ ضلالنا من هذا الكتاب هنا أسس الطوسي منظومة الضلال العقائدية إذا ما رجعتم إلى فهرست الكتاب ستجدون العقائد قد عنونها هكذا القسم الأول مباحث التوحيد القسم الثاني مباحث العدل ولواحقة القسم الثالث مباحث الوعدي والوعيد واستعمل هذا العنوان لأنه أساسا كان وعيديا كان من الفرقة الوعيدية هذا الكلام ما أنا الذي أقوله العلامة الحلي في كتابه الخلاصة وهو أهم كتاب الرجالي عند العلامة خلاصة الأقوال في علم الرجال للعلامة الحلي حينما ترجم للطوسي قال من أنه كان وعيديا يعني من الفرقة الوعيدية ورجع عن ذلك الفرقة الوعيدية هي فرقة أبو القاسم البلخي الكعبي المعتزلي المتعصب وهؤلاء ينكرون شفاعة الطوسي يبدو ما من مجموعة ضالة هذا يربد يربد وين ما ينقر طائعه يذهب طعبه فهذا الكلام معنى الذي قلته العلامة الحلي في كتابه الخلاصة حين ترجم للطوسي قال عنه من أنه كان وعيديا ورجع عن وعيديته هذه فيبدو أن هذا العنوان من بقايا وعيديته القسم الثالث مباحث الوعد والوعيد يعني مباحث المعات وهذا الذي يقصده لكنه استعمل هذا العنوان من بقايا ثقافته الوعيدية المعتزلية وإحنا وين ما كواحد صقاط ونصفق لو نمشو ومن ذلك اليوم إلى هذا اليوم شكوة الصقاط شكوة طائح حظ شكوة متجاه نقدسه ونبجله ونصنع له الكرامات القسم الثالث مباحث الوعد والوعيد القسم الرابع مباحث النبوة القسم الخامس مباحث الإمامة هذه هي منظومة العقائد الضال ديننا له أصل واحد بحسب رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أنت أصل الدين وبحسب الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هناك هناك أصل واحد هو أصل الأصول مثلما بيّنت لكم وشرحت لكم في مجموعة حلقات أعرف إمامك راجعوها وتأكدوا من سلامة عقائدكم هذه منظومة عقائد الضلال من هنا فتح باب الضلال علينا بالضبط بعد أن وصل إلى مباحث الإمامة دخل في العبادات الشرعية خرجنا من باب العقائد ودخلنا في العبادات الشرعية في أحكام الصلاة والوضوء وسائر التفاصيل الأخرى هذه منظومة أصول الدين الخمسة القسم الأول مباحث التوحيد القسم الثاني مباحث العدل ولواحقه القسم الثالث مباحث الوعد والوعيد القسم الرابع مباحث النبوة القسم الخامس مباحث الإمامة تركها إلى آخر العناوي آل محمد هكذا يقولون من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية جعلوها عنوانا أول والقرآن قبل ذلك جعلها عنوانا أول حتى قبل التوحيد وإن لم تفعل فما بلغت رسالته لا توحيد ولا نبوة البداية من الإمامة ومن أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم قطعا الدودة المرجعية القذرة النجسة الطوسية الخبيثة ستبدأ بالنبش هنا ومن هنا حرفت الزيارة ومن قصده توجه بكم هؤلاء هم السفلة الذين عبثوا بدين محمد وآل محمد ولزالوا يعبثون إلى يومنا هذا هذا تحريف للدين تحريف في العقائت هذا تحريف للرسالة العملية لأستاذه هذا تحريف لأحكام الصلاة في كتابه المبسوط هذا ضحك على ذقون الشيعة في الرسالة العملية النهاية مثل هذا مؤهل لأن يحرف الزيارة الجامعة الكبيرة أو لا ماذا تقولون أنتم الحكاية طويلة طويلة نذهب إلى فاصل من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباكر صلوات الله وسلامه عليه جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحد وفي شهر واحد في يوم واحد ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه ويل لمن ناواه وليس في الرايات أهدى من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستخيم في الجزء الأول من كتابه المبسوط والذي سماه تقليداً للشافعي الشافعي توفي سنة ميتين وأربعة وطوسي توفي سنة أربعمائة وستين للهجرة في المقدمة صفحة أربعة عشر من الطبعة التي أشرت إليها إنها طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة ذكر ما ذكر من كلام يمكنكم أن تعود إلى المقدمة من أنه يريد أن يؤلف كتاباً على طريقة النواصب على طريقة المخالفين وليس على طريقة أصحاب الأئمة تذكروا رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد الطوسي كان موجوداً الطوسي التحق بالمفيد سنة أربعمائة وثمانية الرسالة وصلت إلى المفيد سنة أربعمائة وعشرة مذجنح كثير منكم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون قطعاً قطعاً الطوسي من أبرز مصاديقي هذا الكلام ماذا يقول الطوسي وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى أي شيء إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك يشتمل على المنهج الذي عليه المخالفون مثل ما قال في المقدمة تتوق نفسي إلي تتوق نفسه إلى منهج المخالفين تتوق نفسي إلي فيقطعني عن ذلك القواطع لماذا ويشغلني الشواغل وتضعف نيتي أيضاً فيه لماذا قلة رغبة هذه الطائفة فيه لأن الشيعة لا يريدون كتباً على طريقة النواصل وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفسي إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك يشتمل على ما نهج عليه المخالفون في كتبه يريد أن يغير طريقة التأليف وفعلاً فعل هذا في كتابه المبسوط فجاء كتاباً شافعياً حسين البروجردي المرجع المعروف أستاذ السيستاني قبل أن ينتقل السيستاني إلى قوم وقد تأثر السيستاني بمنهج البروجردي الناصب بشكل واضح حسين البروجردي أهدى كتاب المبسوط لعبد المجيد سليم الذي كان شيخاً للأزهر في أيامه عبد المجيد سليم صار شيخاً للأزهر لمرتين وصار مفتياً للديار المصرية لمرة واحدة توفي سنة 1954 ميلادي لماذا أرسل إليه المبسوط لأن البروجردي يعلم أن الكتاب ما هو بكتاب شيعي عبد المجيد سليم هو الذي يقول حينما كنت أحتاج للبحث في فتوى من الفتاوى كنت أعود دائماً إلى كتاب المبسوط للطوسي لو كان يعلم أن المبسوط من كتب محمد وآل محمد الحقيقية هل يعود إليه لكنها بضاعتهم ردت إليهم هذه هي الحقيقة أعود إلى كلام طوسي وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفسي إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل وتضعف نيتي أيضاً فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به ترك عنايتهم بمنهج المخالفين لأنهم لماذا لماذا لا تعبأ الشيعة آنذاك بمنهج المخالفين لأنهم ألفوا الأخبار أخبار الأئمة وما رووه من صريح الألفاظ وإنت شي ضرك يا بدودة يا بدودة يا طوسي شي ضرك شي ضرك إذا كانت الشيعة لا تريد كتب المخالفين وقد ألفت حديث أهل البيت أنت شي ضرك يا بدودة شي ضرك ما نذرنا من عيل الوالدين والهتلية متولين من ذك اليوم إلى هذا أقرأ كلامه مرة أخرى عليكم كي أقيم الحجج عليكم ولا أعبأ أن تقبلوا كلامي أو أن ترفضوه ما أنتم غاطسون في هذه القذارة وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يجتمل على ذلك على منهج المخالفين تتوق نفسي إلي فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به لماذا هم لا يعتنون بمنهج المخالفين لأنهم ألف الأخبار أخبار الأئمة أحاديثهم وما رووه من صريح الألفاء يريد مثل ما يعمل الآن المراجع رسائل عملية يقرأها الناس ولا يفهمونها أحاديث الأئمة واضحة منهج شيطاني قذر لإبعاد الناس عن أحاديث الأئمة ولربط الناس بهؤلاء الكذابين الدجالين الذين يقولون نحن نواب لصاحب الزمان وهم لا يفقهون حديث العترة رسائل عملية كوب بواحد ينقل عن الثاني بأسلوب ناصب ملتوي قذر لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ أحاديث الأئمة صريحة وواضحة حتى أن مسألة لاحظوا أن الأئمة كيف رب الشيعة وهؤلاء هؤلاء الطوسيون هم الذين غيروا المسار حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد ليش تغير اللفظ المعتاد ما هي ألفاظ الأئمة حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد اللفظ المعتاد هو لفظ الأئمة حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم تعجبوا منها وقصر فهمهم عنها عم ما يردون كلامكم خلصون منعي الوالدين دمرتون هذا هو الطريق الشيطاني الذي دمر به منهج أهل البيت وأسس لنا حوزته النجسة في النجاف وهذا نتاجها بين أيدينا موجود إلى يوم نحل هنا هنا في باب التسليم في الصلاة لم يذكر صيغة التسليم التي ذكرها المفيد هو حذفها وحرفها ولم يذكر صيغة التسليم التي ذكرها هو في رسالته العملية كي يضحك على الشيعة والتي تشتمل على السلام على الأئمة رجع إلى صيغة الشافع هذا في صفحة مية وسبعين مية وواحد وسبعين حتى في التبويب لم يعنون للخمس بابا وإنما جعل الخمس من جملة مسائل الزكاة لماذا لأن النواصب يفعلون هكذا لأن النواصب حينما يتحدثون عن الخمس إما أن يذكر الخمسة في باب الجهاد إذا ذكروا الجهاد باعتبار أن الخمسة يرتبط بغنيمة الجهاد بغنيمة الحارب وإما أن يذكر الخمسة في حاشية الزكاة هو أيضا حينما بوب أبواب الفقه لم يجعل الخمسة كما هو معروف في كتب الشيعة أن يجعل الخمسة عنوانا برأسه هذه هي القذارة الطوسية لاحظتم كيف كان يعاني من هذه المشكلة من أية مشكلة من مشكلة تمسك الشيعة بنصوص الأحاديث مثل هذا يكون مؤهلا لتحريف الروايات أو لا هو يعاني من مشكلة يجد أن نتمسك الشيعة بنصوص أحاديث الأئمة يجد ذلك مشكلة يجد ذلك عيبا في الشيعة والأئمة يقولون إذا أردتم أن تستكملوا الإيمان كل الإيمان فقولوا القول منا ما قاله محمد وآل محمد فيما بلغنا عنهم وفيما لم يبلغنا فيما أسروا وما أعلنوا كلامكم نور لماذا تريد يا أيها الطوس الخبيث لماذا تريد أن تحول الكلام النورية إلى كلام ظلماني وفقا للمنهج الشافعي وقد فعل هذا فعل هذا فعل هذا وأدخلنا في ضلال وتيه وظلمات إلى يومك هذا قد فعل هذا كلامه إنه يعاني من عقدة من الشيعة يعاني من عقدة كيف أن الشيعة يتمسكون بنصوص أحاديث الأئمة هذا هو شيخ طائفة هذا هو مؤسس حوزة النجف أعرفتم الآن لماذا مراجع النجف يحاربون أحاديث أهل البيت أعرفتم الآن لماذا يخرج كمال الحيدري ويخرج الوائلي ويخرج محمد باقر الصدر كي يتحدث عن أن أحاديث أهل البيت إسرائيلية محرفة مكذوبة عرفتم الآن من أين بدأت المشكلة حينما أصر دائما على أن المشكلة بدأت منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين حينما أسس الطوسي المشؤوم سود الله وجهه أسس الحوزة المشؤومة سود الله وجهها كي يدمر أحاديث أهل البيت هذا هو الواقع أمير المؤمنين منذ أيامه كان يحذرنا حينما كان في الكوفة كان يحذر الشيعة يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم إياكم وأصحاب الرأي هؤلاء السفلة فإنهم أعداء السنان أعداء الأحاديث فإنهم أعداء السنان تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها الطفسي كان نابغة كان يحفظ الحديث قد لا يكون دقيقا لكنه كان يعاد الأحاديث وكان يجد في نفسه عقدة من تمسك الشيعة بنصوص الأحاديث ورثه مراجع النجا ودمروا أحاديث أهل البيت ماذا فعل الخوئي بأحاديث أهل البيت ماذا فعل محمد باقر الصدر بأحاديث أهل البيت وماذا يفعل الأسستاني الآن دمروا أحاديث أهل البيت دمروا عقيدة أهل البيت على نفس هذا المنهج إنه منهج الضلال نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه وأبلج بهم عن سبيل منهاجه وفتح بهم عن باطن يناديع علمه فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علماً لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه وألبسه الله تاج الوقاع وغشاه من نور الجبار يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته في كتابه الفهرست والذي يفترض فيه أن يترجم لرواة الحديث من الذين جمعوا أحاديث الأئمة في الكتب الأصلية القديمة التي جمعت وألفت وكتبت وصنفت زمان الأئمة ماذا يقول في المقدمة هذا هو الفهرست للطوسي هذه الطبعة طبعة مؤسسة نشر الفقاهة الطبعة الأولى ألف أربعمية وسبعة عشر هجري قمري صفحة اثنين وثلاث في مقدمة الطوسي لكتابه الفهرست هكذا يقول لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول يعني الكتب القديمة زمان الأئمة لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة عقائدهم فاسدة هذا يجعله يجد مبررا لنفسه أن يعبث بالأحاديث هو يعاني من عقدة من الشيعة من أنهم يتمسكون بألفاظ الأئمة بنصوص الأحاديث يعاني من هذه العقدة ويريد أن يؤلف للشيعة كتبا على طريقة المخالفين أن يبعدهم عن منهج الأئمة بقدر ما يستطيع وفي الوقت نفسه هو هكذا يعتقد وربما الرجل لا يعتقد هذا وإنما يكذب ويفتري هنا كي يجد مبررا له بعد ذلك في تدمير أحاديث أهل البيت ما يدريني لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة فكيف أصهاروا يؤلفون الكتب الأصلية القديمة وتلك ألفت بإشراف من الأئمة ومتابعة منهم هذا يجعلنا نشكك في كل شيء هذا هو الذي يريده هذا الخبيث لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة مع ملاحظتي أن طوسي ليس دقيقا فيما ينقله من الروايات هل كان متعمدا في ذلك أم لم يكن لا أعتقد هذا الرجل لم يكن دقيقا في الضبط ومن هنا حينما نجد الأحاديث أن تتعارض ما بين نقل الكلين والصدوق والطوسي فإن الكلين يقدم على الصدوق وإن الصدوق يقدم على الطوسي الكلين فيما بينه وبين الصدوق والطوسي فارق كبير في دقته وسعة طلاعه وعمقه في الفهم الكلين مقدم على الصدوق والصدوق مقدم على الطوسي بينما في كتابه الخلاف هذا هو كتاب الخلاف للطوسي الكتاب الذي يجمع فيه آراء النواصب مع ما يبينه من رأي الشيعة وما يبينه من رأي الشيعة ليس دقيقا وصحيحا في كثير من الأحيان يقول شيئا هو نفسه يخالفه في رسالته العملية النهاية أو أنه يخالفه في كتابه المبسوط على أي حال هناك قضية لا بد أن أشير إليها من أن الرجل كان دقيقا جدا في نقل آراء المخالفين ولم يكن دقيقا جدا في نقل آراء الشيعة لأن الرجل مشبع بالفكر الناصبي أتعلمون الآن أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة ولا أضحك عليكم أنا أتحدث في بث مباشر عبر الأقمار الصناعية يسمعني الشيعة والنواصب هذا الكتاب عند النواصب من الكتب المعتمدة في معرفة الآراء القديمة لعلمائهم لأنهم يجدون الطوسي في كتابه هذا يجدونه دقيقا في نقل آرائهم آراء علمائهم آراء أبي حنيفة الشافع والبقية بينما الطوسي نفسه ليس دقيقا في نقل الآراء الشيعية ومن هنا يتعارض كلامه دائما ويتناقض فيما بين كتبه الثلاثة الخلاف والمبسوط والنهاية ونادرا ما يتفق كلامه في هذه الكتب ولذا ترى أن مراجع النجف وكربلاء يباشرون وقد قال به الشيخ في الثلاثة يعني أنه جاء بكلام واحد في الكتب الثلاثة الخلاف والمبسوط والنهاية لأنه في الأهم الأغلب يأتي كلامه متهافتا متناقضا في هذه الكتب ليس دقيقا في نقله للآراء الشيعية بينما هو دقيق في نقله لآراء النواصل رجاء أن اعرضوا لنا الوثيقة رقم عشر من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال وبترية الوائلي رجاء أعرضوا الوثيقة وأتمنى أتمنى على المشاهدين أن يلتفتوا إلى هذا الخرط هذا الخرط من هذا الخرط هين يحلكم بهذا الخرط وهذا الخرط من الخرط هذا آخر كتاب ألفه الطوسي الدليل على أن تفسير التبيان هو آخر كتاب ألفه الطوسي لأن الطوسي في الفهرست بحسب النسخة المعروفة حين عدد مؤلفاته لأنه ترجم لنفسه في الكتاب صفحة 240 رقم الترجمة 129 محمد ابن الحسني ابن علي الطوسي مصنف هذا الفهرست له مصنفات منها أول ما بدأ كتاب تهذيب الأحكام لأنه أول كتاب ألفه هذا الذي حرف فيه رسالة أستاذه المفيد العملية المقنعة عدد كل كتبه ولم يذكر تفسير التبيان هناك من أضاف زيادة في الحاشية وله كتاب التبيان في تفسير القرآن في آخر كتبه ليس مهما بالنتيجة هذا الكتاب بحسب القراء أتمه أيام كان في النجف بعد أن أسس الحوزة في النجف تعالوا نطلع على هذه المزبلة على مزبلة الطوس التي اسمها التبيان وإذا ما تتابعون الوائل فإن الوائل ينقل دائما عن الفخر الرازي وعن القرطبي وعن الطبري في تفسير القرآن وعن الآلوس وفي الأعم الأغلب عن الفخر الرازي لكن إذا أراد أن ينقل عن الشيعة ينقل عن تبيان الطوس عن هذه المزبلة وعن مجمع البيان الذي هو كوبي عن هذا التفسير مجمع البيان كوبي عن تفسير التبيان للطوس مجمع البيان للطبرس كوبي عن هذا التفسير القدر هذا هو التبيان في تفسير القرآن الجزء الأول وهذه الطبعة طبعة ذوي القربة إنها الطبعة الأولى 1431 هجري قمري ماذا يقول الطوس في المقدمة الطوس في المقدمة هكذا يقول فوجدت من شرع في تفسير القرآن من علماء الأمة بين مطيل في جميع معانيه واستيعاب ما قيل فيه من فنونه كالطبر وغيره وبين مقصر اقتصر على ذكر غريبه ومعاني ألفاظه ثم يبدأ يتحدث عن علماء الأمة صدقوني ما أشار إلى شيعي واحد كل الذين ذكرهم من النواصب عودوا إلى مقدمة تفسير التبيان هو هنا يشرح منهجه في التفسير ويشير إلى المصادر التي يعتمدها ما ذكر كتابا شيعيا واحدا إلى أن يقول وأصلح وأصلح من سلك في ذلك مسلكا جميلا مقتصدا من هو محمد ابن بحر أبو مسلم الإصفهاني المتوفى سنة 322 للهجرة وهو معتزلي متعصب وعلي ابن عيسى الرماني المتوفى سنة 384 للهجرة وهو من كبار متعصبي المعتزلة فإن كتابيهما أصلح ما صنف في هذا المعنى سيفسر وفقا لمنهج هذين الاثنين من المعتزلة هذا هو تفسيره تفسير التبيان حين أقول لكم من أن الطوس شافعي محتزلي إنني لا أقول هذا الكلام جزافا لقد سبرت كتبه قبل أكثر من ثلاثين سنة صدقوني سبرت كتبه قبل أربعين سنة ما يقرب من أربعين سنة سبرتها سبرا فوجدته شافعيا أشعريا معتزليا قذرا وبقيت لسنين طوال وأنا أبحث عن أي محمل لا استطيع حتى فيما بين وبين نفسي أن أصف الطوس بهذه الأوصاف فأنا ابن الثقافة الدخية الحميرية هكذا تربينا على مراجعنا الدخيين الحمير هكذا تعلمنا منهم هؤلاء هم أسوته في التفسير وأصلح من سلك في ذلك مسلكا جميلا مقتصدا محمد ابن بحر أبو مسلم الأصفهاني وعلي ابن عيسى الرماني فإن كتابيهما فإن كتابيهما أصلح ما صنف في هذا المعنى إلى آخر كلامه وليس مهما هذا سأأخذ نماذج من تفسيره على سبيل المثال في معنى الصراط المستقيم في سورة الفاتحة صفحة 42 يقول وقيل في معنى قوله الصراط المستقيم وجوه أحدها إنه كتاب الله وروي ذلك عن النبي وعن علي وابن مسعود يساوي بين النبي وبين علي وابن مسعود والثاني إنه الإسلام حكي ذلك عن جابر عن جابر الأنصار وابن عباس والثالث إنه دين الله عز وجل الذي لا يقبل من العباد غيره والرابع إنه النبي والأئمة القائمون مقامه صلوات الله عليهم وهو المروي في أخبارنا المروي في أخبارنا بشكل صريح إنه أمير المؤمنين زيارات أمير المؤمنين الروايات الأحاديث التفاصيل الواضحة الصراط المستقيم عنوان لأمير المؤمنين هو ماذا يقول والأولى بعد أن قال ما قال والأولى حمل الآية على عمومها الصراط المستقيم إشارة إلى الطريق السليم الطريق الواضح والأولى حمل الآية على عمومها لأن إذا حملناها على العموم دخل جميع ذلك فيه فالتخصيص لا معنى له يعني أن نقول إن الصراط المستقيم علي لا معنى له من تفعل هذا التفسير وتفعل وجه الطوسي وتفعل قبر الطوسي وتفعل عوزة الطوسي أن نقول إن الصراط المستقيم علي له معنى له من طيح الله حظ الطوسي أو حوزة الطوسي هذا هو تفسير التبيان الذي صار أساسا لتفسير القرآن عند الشيعة لم يشر إلى الروايات الكثيرة عندنا وإلى الزيارات والأدعية التي تصرح من أن الصراط المستقيم علي وهو يقول وأنا الصراط المستقيم أمير المؤمنين لم يشر إلى هذا وإنما ذكر الكلام إجمالا أكدود يا جماعة أكدود هو ما كان يزور أمير المؤمنين معدنا واحد اليوم مثله أكدود دود دود موجود الروايات عندنا قالت عن الصراط المستقيم علي علي الصراط المستقيم ما أشار إليها قال والرابع إنه النبي والأئمة القائمون مقامه صلوات الله عليهم وهو المروي في أخبارنا لماذا لا تصرح يا طوسي باسم أمير المؤمنين عندك مشكلة وبعد ذلك يقول والأولى حمل الآية على عمومها لأن إذا حملناها على العموم دخل جميع ذلك فيه فالتخصيص لا معنى له وتريدون بعد ذلك أن حوزة النجف تقدم لكم تشيعا صحيحا أصيلا وهي تتخرج إلى يومنا هذا من بيت الشيطان إنه بيت الطوسي الذي جعل مسجدا وسمي بمسجد الطوسي لأن الشيطان يغيضه أن علي له مركز فأراد أن ينشئ مركزا شيطانيا بجنب علي من مسجد الطوسي خرج هذا الضلال وهو بجانب علي فالتخصيص لا معنى له أن نقول إن الصراط المستقيم علي لا معنى له هو هذا دينكم طيب الله أحظكم وحظ دينكم أتحدث عن مراجع حوزة النجف وكربلاء ولطالما يخرج علينا صادق الشيرازي كي يتقيأ علينا بكرامه الطوسي هذا الجزء الرابع من تبيان الطوسي من ضلال الطوسي صفحة 164 إنها الآية الثامنة والستون بعد البسملة من سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا الآية التي جاء فيها وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وإما ينسينك الشيطان ذكر قول الجباء صفحة 165 من المجلد الرابع من التبيان فقال واستدل الجباء وهو أبو علي الجباء المعتزلي واسمه محمد بن عبد الوهاب واستدل الجباء أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان وإما ينسينك الشيطان الخطاب لرسول الله بحسب الآية بحسب ما يفهمها الجباء واستدل الجباء أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان قال بخلاف ما يقول الرافض بزعمهم من أن لا يجوز عليهم شيء من ذلك الجباء يقول الرافض ينزهون الأنبياء عن النسيان والسهو الطوس يعترض عليه يقول وهذا ليس بصحيح أيضا لأن نقول باعتبار هو من الرافض أي هرافضي أنت أنت ناصبي يا طوس وهذا ليس بصحيح الجبائي الرجل يقول كلاما صحيحا استدل بالآية بحسب عقيدته من أن الأنبياء يجري عليهم السهو والنسيان وقال بخلاف ما تقول الرافض لأن الرافض تنزه الأنبياء من السهو والنسيان الطوس يرد عليه يقول وهذا ليس بصحيح أيضا لأن نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله فقط في دائرة التبليغ فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسه عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل والله آية متفضل إلى الحد الذي لا يصير رسول الله مسودا يعني ينسى ويسه إلى الحد الذي لا يصير مسودا هو هذا دينكم طيح الله أحظكم وحظ دينكم يا مراجع النجا هو هذا طوسيكم من تفعل هذا الطوسي فإنه يجوز أن ينسوه خارج دائرة التبليغ في صلاتهم في صيامهم في كل شؤونهم فإنه يجوز أن ينسوه أو يسه عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل وكيف لا يجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون هم مططع أحظ شو علاقة هذا بهذا ده مقصص وكيف لا يجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون ويغشى عليهم والنوم سهون في أي مكان هذا وجدت هذه القاعدة من أن النوم سهون والنوم سهون وينسون وينسون كثيرا ينسون كثيرا محمد وآل محمد وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان هذه عقدته هذا شيعي الذي يعتقد مثل هذا لا يدمر الزيارة الجامعة الكبيرة سيدمرها يدمرها هذه عقيدته هذه عقيدته في آخر عمره هذا الكتاب ألفه في آخر عمره محمد وآل محمد هكذا ينسون ويسهون إلى الحد الذي لا يؤدي إلى الإخلال بكمال عقوله يعني ما يصيرون سويشات ما يصيرون أطباقات هو هذا دينكم إلى أن يقول وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان ستكون ذاكرة أقوى من ذاكرة محمد صلى الله عليه وآله على الأقل في هذا المقطع الزماني من حياتي بحسب هذه الأوصى هذه عقاعد الطوسي الذي يعتقد في محمد وآل محمد هذا المستوى من الاعتقاد كيف يتسنى له أن يقبل الزيارة الجامعة الكبيرة قطعا سيذهب إلى تقطيعها وإلى تحريفها بقدر ما يستطيع مع عقدته النفسية من ارتباط الشيعة بالنصوص يريد أن يبعد الشيعة عن النصوص حتى يتصرف فيها ومن هنا فإن عملية إحراق كتبه هذه قضية مدبرة اتفاق فيما بينه وبين العباسيين كي يذهب إلى النجاف كي يعبث كما يشاء ليس هناك من تفسير للذي جرى إلا هذا التفسير وإلا لماذا لم يقتلوه لماذا قتلوا الشيعة في الكرخ أحرقوا كتبه فقط وسمحوا له أن يذهب إلى النجاف ولماذا حينما ذهب السلاجقة لقتل البساسير في الكوفة لم يتعرضوا لطوسي وكان موجودا هناك لو كانوا يريدون القضاء على طوسي لكان بسهولة لأنهم قتلوا خلقا كثيرا ابن الأثير في الكامل في تاريخه الكامل يقول وقد هلك الخلق العظيم في تلك المعركة في معركة السلاجقة مع البساسير في الكوفة وطوسي كان في الكوفة كان في النجاف ما هو ملاسق للكوفة فهل المعركة حدثت في داخل المدينة حدثت قرب النجاف وطوسي كان هناك لماذا لم يتعرضوا له لو كان السلاجقة أعداء فعليين له مثل ما يضحك علينا مراجع النجاف ويقولون من أنه خرج فار من السلاجقة خرج فار ليؤسس حوزة الضلال برنامج شيطاني عباسي شافعي أشعري معتزلي النتائج هذه هي التي حصدناها عبر القرون وحصدها أجدادنا وآباؤنا لقد أبعدنا هذا الخبيث عن محمد وآل محمد عبر هذه الحوزة الضالة القذرة أأخذ لكم مثالا آخر من تفسير الضلال هذا هذا الجزء السابع صفحة 414 في سورة النور ما يرتبط بحديث الإفك في قصة عائشة بحسب أحاديثنا حديث الإفك عائشة هي التي اتهمت ماريا أم إبراهيم ماريا القبطية اتهمتها في أنها حملت من ذلك القبطية الذي كان الذي كان من أقربائها فاتهمت ماريا القبطية بالزنا عائشة هي التي اتهمتها ونزلت الآيات في تبرئة في تبرئة أم إبراهيم عائشة بعد ذلك بعد أن توفيت أم إبراهيم قالت من أنها هي التي اتهمت ومن أن الآيات نزلت في تبرئتها هذا ما يقوله النواصب الطوسي ماذا يقول الطوسي لم يشر إلى ما جاء عن الأئمة في قضية أم إبراهيم وإنما نقل ما جاء عن النواصب وكان سبب الإفك أن عائشة ضاع عقدها في غزوة بني المصطلق إلى آخر الكلام ما يهذي به الوائل من هنا هذيان الوائل والبقية الذين على منهج الوائل من هنا يأخذون هذا الهذيان فترك حديث الأئمة صدقوني أنا أحدثكم في التسعينات كان هناك من يحقق في هذا التفسير ومرة زارني وقال لي إنني مستغرب من الطوسي يذكر الأئمة ولا يسلم عليهم أنا عرفته ماذا يقصد وهو محقق الأخ محقق قلت كيف ذلك قال دائما يقول قال أبو جعفار ومن دون أن يسلم على الإمام الباقر ويقول قال الحسن ومن دون أن يسلم على الإمام الحسن قلت له أبو جعفر هذا ما هو الباقر أبو جعفر هذا هو الطبري لقد نقل تفسير الطبري بتمامه وكماله في كتابه هذا النسخة الموجودة في زمان الطوسي وفي زماننا من تفسير الطبري ليست هي النسخة التي كتبها الطبري بنفسه وإنما نسخة كتبها تلامذته هو كان يقرأ عليهم من نسخته وهم كتبوا فيقولون في بداية كل قراءة حدثنا أبو جعفر يعني الطبري محمد ابن جرير الطبري كنيته أبو جعفر أتحدث عن محمد ابن جرير الطبري الناصبي السني الطوسي حينما يقول قال أبو جعفر على طول التفسير هو أبو جعفر الطبري وحينما يقول قال الحسن هو الحسن البصري هذا تفسير الناصبي القذر قلت له راجع بنفسك وتأكد الذي سمعته عن مؤسسة النشر الإسلامي سمعته من أناس يعملون فيها حينما شرعوا في تحقيق هذا التفسير هذه حكايتهم أخرى وكانوا يقارنون مع النسخ المتوفرة منه وجدوا الطرابا كبيرا بعد ذلك اكتشفوا أن المصدر الأصلية هو تفسير الطبري فأخذوا يحققون تفسير التبيان على تفسير الطبري وليس على النسخ المخطوطة لتفسير التبيان وجدوها أفضل ولذا ماذا صنعوا نقلوا المجموعة التي تحقق إلى غرفة في الطابق الأعلى حتى لا يسمع الآخرون بهذه الفضيحة هكذا تجري الأمور وهكذا يتسترون على الفضائح الناصبية الحكاية خطيرة خطيرة جدا وصدقوني أمتلك من القرائن ومن المعلومات عن الطوسي هذا ما يجعلني متأكدا من أنه المؤهل الأول لتحريف الزيارة الجامعة الكبيرة وقد فعل ذلك في النجف بعد أن أسس الحوزة المشؤومة القذرة النجسة حينما بدأ يؤسس لمكتبة جديدة بعد أن أحرقت المكتبات الشيعية في بغداد أنه يؤسس مذهبا جديدا هذا هو الذي جرى علينا للحكاية تتمة ترجمة نانسي قنقر